موسيقى من خبرتنا في قراءة المشهد الإسرائيلي طبعا المنظومة السياسية والأمنية المتكاملة في إسرائيل وتأخذ بالحسبان كافة التصريحات والخطوات يعني ما في شيء جديد في هذا الحال لافت للنظر طبعا أن القضية الفلسطينية عادت من جديد إلى قلب المشهد العربي والإسلامي وأحدثت نوعا ما حالة من أشبه بوحدة الحال دعينا نقول وأعادت تذكير العرب والمسلمين تذكيرهم بحقيقة ما يجري وأن البوصلة الحقية التي تجمع هذه الأمة ما أحد عامل للشعب الفلسطيني معروف صحيح ولا للقضية الفلسطينية معروف القضية الفلسطينية هي المحرك وهي البوصلة لهذه الأمة العربية والإسلامية وكلما ابتعدت هذه الأمة عن هذه البوصلة كلما تمزقت وظهرت كل أمراض الحالة والمشهد العربي والإسلامي فهم أيضا العرب والمسلمين هم بحاجة إلى القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أجل أن يعودوا إلى رشدهم وكل الحالة هذه العربية والفلسطينية تحدثنا عنها كثير في السابق حالة التمزق والتشتت والضياع فالقضية الفلسطينية بكل جزئياتها واليوم نحن نأخذ جزئية القدس الشريف هي الرافعة لهذه الأمة أو لهذه الدول إذا أرادت فعلا أن تعود إلى رشدها وهذا الشيء لافت وهذا الشيء مهم وطبعا نحن في الفترة الأخيرة سمعنا كثير أصوات هنا أصوات شاذة في علمنا العربي أصوات شاذة هنا وهناك ولكن في نهاية الأمر حقيقة المشهد وما يحدث أقوى من كل هذه الأصوات الشاذة وأنا في اعتقاد الآن أن الشعوب العربية والإسلامية يعني بدأت مرة أخرى تفيق أو تستيقظ من حالة السبات أو حالة الحيران والضياع اللي كانت عيشيته في السنوات الماضية هذا هو قدر الشعب الفلسطيني وقدر القضية الفلسطينية